يخسر المنتخب الوطني الجزائري رسميا خدمات بعض لعيبه في المواجهة المرتقبة سهرة اليوم ضد أنغولا بملعب السلام ببواكي بداية من التاسعة ليلا بالتوقيت الجزائري وسيجد الناخب الوطني جمل بالماضي نفسه اليوم أمام حتمية الاستغناء عنهم رغم جاهزيتهم واستعدادهم التام للبطولة حيث أخبر مسؤولوها الكونفيدراليا الإفريقية لكرة القدم مسؤولين منتخب الجزائري خلال اجتماعهم الأخير بضرورة استبعاد ثلاثة لعبين من لائحة المنتخب الرسمية التي ستواجه أنغولا اليوم برسم الجولة الأولى من دور المجموعة لكاسفريقي الأمام بيكو ديفوار وتنص لوائح الكونفيدراليا الإفريقية لكرة القدم على تسجيل 23 لاعبا بورقة المباراة هذا في الوقت الذي تضم فيه لائحة المنتخب الوطني 26 لاعبا وبالتالي فإن الناخب الوطني جمل بالماضي سيكون ملزما باستبعاد ثلاثة لاعبين خلال مواجهة أنغولا اليوم وإذا كان النجم الصاعد محمد الأمين عمورة معاقبا وغير معني بمباراة اليوم أمام أنغولا فإن بالماضي سيجد نفسه مرغما على إبعاد لاعبين اثنين وقد يكونان بنسبة كبيرة الحارس مصطفى زغبة واللعب أحمد توبة أو زين الدين بالعيد بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري لا تسألوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد